أكثر من ثلاثة أشهر والميليشي الحوثية تميل بكل قواها وشراسة الرغبة للسيطرة على محافظة مأرب باعتبارها قلعة الجمهورية الأخيرة وموطن الثروة ومنطلق المخطط الإيراني الحقيقي صوب المنطقة العربية وما يسيل له لعاب الخميني وقادة دولته الفارسية الاحتلالية ثلاثة أشهر كانت امتدادا لسنوات من المعارك العليفة التي شهدتها أطراف محافظة مأرب إلا أن الرغبة الإيرانية باتت أكثر اشتعالا ورمت بكل ثقلها لتحقيق ما رسمته في مخيلتها تحت مسمى الحسم العسكري السريع غير أنها سرعت من عجلة الموت لأدواتها الحوثية وخسرت ما لم يكن يوما في الحسبان معركة اطمعت في بدايتها الميليشي الإيرانية بعد تحقيق اختراقات ميدانية جنوب وغرب المحافظة لكنها دفنت مؤخرا برمال الجوبة وتكسرت على صخور حريب وملعاء وجبهات وادي ذنة والصرواح وحلحلات طالت المدة واصطدمت أحلام السلاليين بخيبة المسعى وبئس مصير النتائج على مستوى الخسائر البشرية والمادية والمعنوية بالمقابل تمكن الجيش الوطني من استعادة توازنه وتثبيت أقدامه ومباغتة العدو الطبقي العنصري بهجمات نوعية كلفت الميليشيا مواقع مهمة وآلاف القتلى والجرحة ناهيك عن الأسرى وخسائر العتاد العسكرية مصادر عسكرية أكدت أن سيناريو المعركة في بأرب بات يكتب اليوم وفق رؤية الجيش التكتيكية لتكون النهاية أكثر تراجدية بالنسبة للميليشيا الإرهابية وهو ما عترفت به مؤخراً من خلال إفصاحها عن خسارة أكثر من 15 ألف مقاتل في إحصائية أقل بكثير من الحقيقة المروعة بالنسبة للكهنوتيين والداعمين مؤخراً بدت استعدادات الجيش الوطني لمعركة القادم في مأرب أكثر جدية من خلال وصول قوات إسنادية من الحد الجنوبي للمملكة وإعداد دفعة قناصة جديدة وغيرها من الاستعدادات المتزامنة مع تحولات ميدانية وتقدمات كبيرة للجيش جنوب المحافظة وغربها الشاهد على غروب المشروع الإمامي وإشراق شمس الجمهورية الصاطعة وهكذا فشلت الميليش الحوثية بتطويق مدينة مأرب التي فرضت طوق المناية ومرارة الخطوب على نوازع الموت والخراب الإيراني وكبلت أياد المشروع التدميري بسلاسل الفشل وأغلال الهزيمة الجزئية تمهيداً لهزيمة يعلن فيها اجتثاث هذه الشرذمة المجرمة من على جسد الوطن وجمهورية الخالدة